نحب بروتين عشان يلدي الجزم لكن البيتامينات والزينك على عشان يكون ما نعطش الجزم طيب جميل جدا كل نطفو حلو طيب ايه لناخر بقى وناخر ونحن كده تجيل حاجة اسمها الغزاء الصح طيب الغزاء الصحي دوت مكون من عدة عناصر عندنا ستة عناصر غزائي ستة عناصر غزائي اول حاجة البروتين اللي اسملكو قال عليه ان هو جلد الجزم طيب البروتين دوت موجود في ايه الحوم ايه كمان الاسماء المقريات ميل جدا طيب قالت المقريات بالضم البقريات اللي عبارة عنه كل حبة زاد فنختين كل حبة زاد فنختين على اشرة يعني ما قال يقولي الفصول يا اللوبيا واللب اللي احنا بناس ازول السوداني كل الحاجات اللي كلها يا ولاد من البقريات ليه 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 البروتين ده ميلة جدا ده اسمه البروتين نباتي البروتين الحيواني المنفوط ايه في اللحوم والاسماك وفي الطيور بيجميع انواع الاسماك التهرية او الاسماك البحرية ماشي طيب خيمتها للرسائية ايه البروتين النباتي افضل ولا البروتين النباتي الحيواني ولا النباتي افضل ها؟ النباتي وانتي الاتنين هو الاتنين بس الاخون فيها تركز لها جميل طيب ايهما افضل في الحالة الابتصادية عشان ايه؟ الاختصار بس انا مبحرمش الجسم ان انا قديله ايه؟ البروتين مش كده؟ يعني مثلا ايه؟ في واحد عنده مقدرة ان هو يأكل كل يوم لحمة واحد ما عندهش مقدرة ان هو يأكل كل يوم لحمة او اسماك او طيور وكالبنا كونه طيب يحتاج ايه عشان يعود البروتين؟ البروتين النباتي انا بس كده؟ انا عادي قولي بالعجس موضل على الباقة لا انا ما انا انا بقول دلوقتي عشان الحالة الابتصادية هي اقل تكلفة هي اقل تكلفة في بعض الناس اللي هي عبدال اي حد ما سيقول عجس او كده؟ بشكل لك؟ لا بالعجس 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 لا العجس يا ماما العدس ده بتعمل كازل روح وكازل شربة وكازل حاجات كتيرة جدا الفول برضو شوف احنا بنصنعهم انت قد ايه بنعمل من الفول كان بصمت